حصة النهاردة هناخد فيها الدرس الثاني في الوحدة الثانية في الجبر درس التناسب الدرس ده هنجسم على ثلاث حصص الحصة الاولى لحصة النهاردة هناخد فيها التناسب وخواصه هما خمس خواص النهاردة هناخد أربع خواص بس الحصة الثانية هناخد فيها الخاصية الخمسة الوحدية والحصة الثالثة هناخد فيها التناسب المتسلسل النهاردة هنعرف معنى التناسب وهناخد أربع خواص تعريف التناسب خدناه في ابتداءة هو عبارة عن تساوي نسبتين أو أكثر التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر حصة الفاتد خدنا النسبة قلنا النسبة هي مقارنة بين عددين زي 1 على ال 2 1 على ال 2 ده اسمها نسبة زي كمان 5 على 10 5 على 10 برضو اسمها نسبة لو النسبتين دول صوام بعض كده بنقول عندنا تناسب فالتناسب هو تساوي نسبتين او اكسر طيب فين العداد المتناسبة هنا او الكميات المتناسبة اللي هم ال 1 وال2 وال5 وال10 وكل عدد ليه اسم ال 1 اسمه الاول المتناسب والاتنين اسمها الثاني المتناسب والخمسة اسمها الثالث المتناسب والعشر اسمها الرابع المتناسب الاول التاني التالت الرابع نقولها بالرموز لو عندنا نسبة زي الف على ب النسبة دي كانت بتساوي جيم على دال فكده عندنا تناسب عبارة عن تساوي نسبتين او اكتر الكميات المتناسبة هنا اللي هم الالف والب والجيم والدال اقول له اذا الف وباه وجيم ودال دول اسمهم كميات متناسبة. وكل عدد الاسم. الالف اسمه الاول والباه اسمه الثاني والجيم اسمه الثالث والدال اسمه الرابع المتناسب. وكمان ممكن يعكس. ممكن يقول لك الف وباه وجيم ودال دول كميات متناسبة. لو عايز تكتبهم على صورة كسور بتكسم الاول على التاني لازم يساوي التالت على الرابع. يعني الف على به لازم يساوي جيم على دال. الاول عالتاني لازم يساوي التالت عالرابع. ده معنى التناسب. تساوي نسبتين او اكثر. ندخل في خاص التناسب. زي ما قلنا خاص التناسب خمس خاص. النهاردة هناخد منهم اربعة. ومعظمهم كنا واخدينهم قبل كده. اول خاصية خدناها حاصة لفاتت في درس النسبة. اللي هي المجس. اللي هي حاصل ضرب الترفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. الالف والدال دول بينقول عليهم طرفين. عشان هما على طرف. البيه والجين بينقول عليهم وسطين. عشان هما في النص. نفهمها على طلب المثال. المثال الاول بيقول لي اذا كانت تلاتة واربعة وسين وتمانية دول كميات متناسبة. عايزين نعرف كمت السين. طالما هما كميات متناسبة. يبقى لما اكسم الاول على التاني لازم يساوي التالت على الرابع. هكسم تلاتة على الاربعة يساوي سين على التمانية. فنكتبها على الهاية قصور. اقول له تلاتة على اربعة لازم تساوي سين على تمانية. هو عايز قيمة السين. عشان نجيب قيمة السين بنوضرب مجس. لو حاصل ضرب بالطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. وابدأ باي طرف براحتك. عشان في ناس بتسألني كده في التعليقات. ابدأ بتلاتة في تمانية والاربعة في سين. ابدأ باي طرف. انا بحب ابدأ بالطرف اللي فيه رمز. هدرب اربعة في سين باربعة سين. يساوي. تلاتة في تمانية باربعة وعشرين. بجت معادلة وتحلها. عشان اخلص من الاربعة ده هتسم عليها. سم هنا على الاربعة وهنا على الاربعة. بسين بتساوي اربعة وعشرين على الاربعة فيها الستة. بقيمة السين بستة. يبقى اول خاصية بكنا واخدينها كتير قبل كده اللي هي المجس. تعني كم المساء عليها. السؤال التاني في الخاصية الاولى. بيقول لي عايزين الثاني المتناسب للاعداد اتنين واربعة وست. عايزين التاني المتناسب. في الاول انا هقول له الثاني المتناسب ده هنسميها اي رمز. هنسميه مسلا سين. نفرض ان الثاني المتناسب اسمه سين. تعني نكتب الكميات دي جنب بعض الاول. الاول عندنا اسمه اتنين. والتاني هو عايزه اللي احنا سمنا سين. عكده اربعة وستة. بي هو كان عايز الثاني سمنا سين وحطنا التاني. كده عندنا اربع كميات متناسبة. نفهم منها ان الاول عالتاني لازم يساوي التالت عالرابة. لما نكتبهم تحت بعض هنقول له اتنين على سين هيساوي اربع على ست. عشان نجيب قيمة السين هنضرب مجس. هضرب اربعة في سين واتنين في ستة. اربعة في سين باربعة سين. اتنين في ستة باتناشر. هكسم هنا على الاربع وهنا على الاربعة. سين بتساوي اتناشر على الاربع فيها التلاتة. كده سين بتساوي تلاتة او السين المتناسب اللي هو عايزه بيساوي تلاتة. زي ها تاني. عايزين الرابع المتناسب للاعداد اربعة واتناشر وستاشر. اولا الرابع اللي هو عايزه ده هسمي سين. نفرض ان الرابع المتناسب اللي عايزه اسمه سين. بتاع نكتب الكميات جنب بعض الاول. الاول اسم اربعة بعد كده اتناشر بعد كده ستاشر والرابع اللي احنا سمناها سين. دول كميات متناسبة. فالاول عالتاني لازم يساوي التالت عال رابع. لو هنكتبهم تحت بعض هنقول له اربعة على اتناشر يساوي ستاشر على سين. عشان اجيب السين اضرب مجز. اربعة في سين باربعة سين. اتناشر في ستاشر ممكن تضربهم بالالة. وممكن لو مش عايز تتعب نفسك تتبه اتناشر في ستاشر. عشان اخلص من الاربعة تسمي هنا على الاربعة وهنا على الاربعة. الاربعات هتروح. ممكن دول تعملهم بالالة وتختصر. على الاربعة فيها الواحد. ستاشر على الاربعة فيها الاربعة. اربعة في اتناشر بتمانية واربعين. يبقى الرابع اللي هو عايزه تمانية واربعين. خلي بالك لو جالك عايز التاني السين اللي انت هتفرضها دي خليها التاني. لو عايز الرابع السين اللي انت هتفرضها خليها في الرابع. لو عايز الثالث خلي السين هي الثالث. عايز الاول خلي السين هي الاول. كده خلصنا الخاصية الاولة. اللي هي المجص. خاصية التانية. ودي نفهمها بالمثال على طول. بيقول لي ازا كان سين على تلاتة يسوي صد على خمسة. عايز سين على صاد. هو عايز يكسم سين على صاد يعني عايز يقسم بسط على بسط فبالتالي هيساوي مقام على مقام سين على صاد هتساوي ثلاثة على خمسة احنا قلنا البسط ده بنسمي مقدم والمقام بنقول عليه تالي وده مقدم وده تالي خاصة بتقول لك لو عايز تقسم مقدم على مقدم لازم يساوي تالي على تالي سين على صاد هيساوي ثلاثة على خمسة ودي سهل له مباشرة زيها تالي اذا كان الف على خمسة يسوي بي على تسعة عايز الف الى بي الف الى بي يعني مقدم على مقدم فهيسوي تالي على تالي هتسوي خمسة الى تسعة بل الخاصية التانية بتقول لك لو عايز تقسم مقدم على مقدم هتسوي تالي على تالي كده خلصنا الخاصية الاولى والتانية الخاصية الاولى اللي هي المجاص والخاصية التانية اللي هي مقدم على مقدم يسوي تالي على تالي انا اخذ مثال في الكاشكولبع كنا ندخل في الخاصية الثالثة ندخل في الخاصية الثالثة الخاصية الثالثة كنا اخذينها في حصة مراجعة حساب المثلثات نفتكرها بالمثال بيقول لي اذا كان ثلاثة سين يساوي اثنين صاد عايز منها سين على صاد كنا بنستخدم الخاصية دي لما يدك علاقة بين سين وصاد ثلاثة سين بيساوي اثنين صاد هو عايز سين على صاد لو فاكرين كنا بنقول سين رايحها لصاد ما ترجحش ايدها فاضية تاخد معها الاثنين هتساوي اثنين على ثلاثة السين لما تروح لصاد ما ترجحش فاضية تاخد الاثنين معها هيبها تساوي اثنين على ثلاثة هيبها سين على صاد بتساوي اثنين على ثلاثة على فكرة الخاصية دي عكس المجص لو ضربت هنا مجص هترجع المسألة الاصلة سين في ثلاثة بتلاثة سين صاد في اثنين بتنصة يعني هي عكس المجص طيب بيسال كمان يقول اذا كان خمسة الف يساوي اربعة بيه عايز الف الى بيه او الف على بيه اعمل الاسهم عشان تسيله عليك هو عايز الف على بيه ما ترجحش في واضية تاخد معها الاربعة تبقى تساوي اربعة على خمسة الف على بيه نرجع بالاربعة تبقى تساوي اربعة على خمسة او اربعة الى خمسة الخاصية دي ما تقدرش تستخدمها غيرو الالف والبيه يكونوا مفصولين عن بعض يكون بينهم علامة يساوي يعني ما فيهش تستخدمها لو الالف والبيه جنب بعض في طرف واحد زي المسألة دي بيقولي اذا كان سبعة الف زائد تسعة بيه سوى صفر. عايز منها يبيع على الف. طب هنا الالف والبيه جنب بعض في طرف. عشان نستخدم الخاصية دي لازم الالف تبه في طرف والبيه تبه في طرف. طبعا نحلها ازاي? احنا هنعزلهم عن بعض. هنفصل الالف وبيع عن بعض. هنفصلهم ازاي? الموجة بتسعبه دي هودها الناحة التانية بعكس الاشارة. يعني هسبت السبعة الف هنا ويقوله بتساوي. موجة بتسعبه تروح الناحة التانية تبه سالب تسعة بيه. طبعا الصفر ملوش قيمة. كده خلينا الالف في طرف الوهدية والبيه في طرف الوهدية وبينهم علامة يساوي. احنا عايزين المرة دي بيه على الف. البيه رايحة للالف. ما ترجحش فاضية. تاخد معه السبعة. بتساوي سبعة على سالب تسعة. تبه بيه على الف بتساوي سبعة على سالب تسعة. وممكن تخلي السالب فوق كمان. تبه سالب سبعة التسعة. اخر مسالة على خاصية دي. بيقولي ازا كان تلاتة الف نقص اتنين به على سبعة الف زاد اربعة به يساوي صفر. عايز منها به على الف. طيب. رأس السوال ده ممكن نعمل فيه مجس. عشان نقدر نعمل حاجة هنا غير مجس. الصفر ده مقام واحد. هضرب مجس. تلاتة الف نقص اتنين به لما تضربها في واحد تنزل زي مهية. اي حاجة في واحد تنزل زي مهية. يساوي. صفر لما تضربه في المقام صفر في اي حاجة بتساوي صفر. لما عملنا نقص ساوى التلاتة الف مجس اتنين به يساوي صفر. هو عايز منها بيه على الف. نفعش تجيب بيه على الف غير لما يكونوا مفصولين عن بعض. كل واحدة في طرف. فاحنا نود السileri بتنين به النحية التانية بعكس الاشعة. هساب بالتلاتة الف. السلو بتنين به تروح النحية التانية تبى موجة بتنين به. كده نقدر نجيب بيه على الف اللي هو عايزها. بيه على رايحة للالف ما ترجحش في واضح. هتساوي تلاتة على اتنين. يبقى بيه على الف اللي هو عايزها هتساوي تلاتة على اتنين. كده خلصنا الخاصية التالتة. امت استخدمت الخاصية دي لما يديك علاقة بين سيم وساط. اوша بين الف وبيه لو عايز الف على بيه ما ترجحش فاضي يبقى اربعة لخمسة. لو عايز بيه على الف ما ترجحش فاضي. خد سبعة لسالب تسعة. هناخد مثال في الكشكول على الخاصية دي بعد كده ندخل في اخر خاصية الخاصية الرابعة. الخاصية الاخيرة معنا النهاردة اللي هي الخاصية الرابعة. ودي كنا واخدنا الحصة اللي فاتت في حصة النسبة. اللي هي خاصية البنك. كان عندنا استاذ بيسميها خاصية البنك نسميها زيه. عشان نفتكرها بس. تعال نفتكرها بالمثال على طول. المثال ده على فكرة نستخدم فيه خاصيتين مع بعض. استخدم فيه الخاصية التالي طول رابعة مع بعض. بيقول لي اذا كان خمسة الف يسوى ثلاثة بين. ده رأس السؤال. بيقول لي اوجد قيمة سبعة الف. زي التسعة به على أربع آلف زي التنين به والله أنا لازم أعرف في الأول قيمة الآلف والبه دول عشان أعوض عنهم في المطلوب اللي هو عاي هجيب قيمة الآلف والبه منين؟ من الموطن المدهل ده هو مديك إن خمسة آلف يسوي تلاتة به أقدر أجيب منها آلف على به هنستخدم فيها الخاصية التالتة آلف على به آلف رايحة للبه ترجعش في فاضي وتاخد معاه التلاتة هتسوي تلاتة على خمسة بفي الأول هنجيب آلف على به هتسوي تلاتة على خمسة كده نقدر نجيب قيمة الآلف وقيمة البه هنقول نفس الكلام اللي قلنا الحصة اللي فات النسبة بين آلف وبه تلاتة على خمسة ده مش معناه إن الآلف قيمتها بتلاتة والبه قيمتها بخمسة معناه إن الآلف لو خادت تلات أجزاء البه تاخد خمس أجزاء فإحنا بنقول إن الآلف قيمتها تلاتة مين والبه قيمتها خمسة مين النسبة الرابعة دي بتستخدمها لما يكون مديك نسبة بين كميتين وعايز تعرف قيمة كل كمية الوحدية الالف جسادة 3 يبقى 300 البيه جسادة 5 يبقى بتساوي 500 تمسك كل رقم في النسبة تضروبهم في أي ثابت قلنا السوابة المشهورة معنا اللي هم ميم وكاف يبقى لو عايز قيمة الالف بتساوي 300 عايز قيمة البيه بتساوي 500 وكنا بنحطهم في بنك صغير بعد ما جبنا قيمة الالف والبيه هتعاوض عنهم في المطلوب اللي هو عايزه هتشيل كل الالف وبه في المسلة دي وتخط بدالهم 300 و500 تعالنا عود سبعة الالف يعني سبعة فيه قيمة الالف بتلاتة مية زاد تسعة باه يعني تسعة فيه قيمة البيه بخمسة مية اربعة الاف يعني اربعة فيه تلاتة مية زاد اتنين باه اتنين فيه خمسة مية بحشنا الالف والأمو عوضنا عنهم تعال نضرب الاول سبعة في تلاتة بواحد وعشرين مية زاد تسعة في خمسة مية تسعة في خمسة بخمسة واربعين مية اربعة في تلاتة باثناشر مية اتنين في خمسة بعشرة مية نجمع او نطرح 21 ميم زهد 45 ميم يبه 66 ميم 12 ميم زهد 10 ميم يبه 22 ميم اخر خطوة اختصر الميم هتروح مع الميم هتفضل لك 66 على 22 فيها التلاتة يبه قيمة المقدار اللي هو كان عايزه ده هيساوي 3 زيها تاني بيقول اذا كان سين على 7 يساوي صد على 9 ده المعط عايز قيمة سين زيها تصاد على صد ناقص سين فنجيب له سين وصاد في الاول بعد كده نعوض عنهم هتجيبهم منين من المعطة اللي هم يدوها لنا ده سين على 7 يساوي صاد على 9 ممكن نعدل المعطة ده ممكن نقول له ان سين على صاد هتساوي 7 على 9 زي الخاصية التانية وقدم على مقدم يساوي تالي على تالي فلو حبينا نعدلها نقول له سين على صاد هتساوي 7 على 9 كده اقدر اجيب قيمة السين وقيمة الصاد وباشر على طول السين وصادة سبعة تبقى بسبعة مين الصاد وصادة تسعة تبقى بتسعة مين تمسك كل عدد في النسبة دي وتضربهم في سابت زي المين بقول له قيمة السين بسبعة مين وقيمة الصاد بتساوي تسعة مين ونحطهم في بنكه صغير السين والصاد اللي احنا جبناهم دول هنعوض بيهم في المطلوب تعا انا عوض البسط اسمه سين زي صاد يعني هجمع سين وصاد هجمع سبعة مين زي التسعة مين مقام صاد ناجل صين الصاد بتسعة مين ناجل صين بسبعة مين نجمع ونطرح سبعة مين وتسعة مين يبقى ستاشر مين في الجامع والطرح نزل الرمز زي ما هو نطرح تسعة مين ناجل سبعة مين تسعة ناجل سبعة بتساوي اتنين مين اخر خطوة اختصر المين هتروح مع المين ستاشر على اتنين فيها التمانية هي الخاصية دي مجرد ما تجيب قيمة السين والصاد بتعاوض بيهم في المطلوب جبنا قيمة الالف والب من هنا وعاوضنا بيهم في المطلوب طيب قال لبالك هنا الف على بيه كان بتساوي تلاتة على الخمسة الالف جسادها تلاتة فبتساوي تلاتة مين البه كان جسادها خمسة بتساوي خمسة مين هنا كان سين على سبعة يساوي صاد على تسعة انا ممكن ما اعملش الخطوة دي خالص ممكن ما اعدلش المسألة السين تحتها سبعة يبقى ميتها سبعة مين على طول الصاد تحتها تسعة يبقى ميتها تسعة مين بدل ما نقول سين على صاد يساوي سبعة على تسعة كده نرجع نقول السين ب700 وصاد ب900 ممكن نختصر السين تحتها 7 يبقى 700 الساد تحتها 9 يبقى 900 اللي أنا عايز أوصله هنا لو عندك رمز واقصاده رقم امسك الرقم ده وضربه في مين لو عندك رمز وتحتيه رقم امسك الرقم ده وضربه في مين عشان تعرف قيمته الآلف وصادها 3 يبقى قيمتها 300 السين تحتها 7 يبقى قيمتها 700 بممكن تاخد الرقم اللي اقصاده او الرقم لو تحتين. ده يعني عشان نختصر الخطوة دي. وهتنفعنا كمان في المسال اللي جاي. تعا نشوف. زي السؤال التالت هنا. بديك سين على تلاتة يسوي صاد على اربعة يسوي عين على خمس. عايز يثبت ان اتنين صاد نقص عين على تلاتة سين نقص اتنين صاد زاد عين يسوي نص. عايز يثبت ان القلام ده كله بنص. والله انا هجيب في الاول قيمة الصاد والعين والسين وعوض عنهم. هجيبكم ميتهم منين من المعطلم الدهلي. يديني سين على تلاتة يسوي صاد على اربعة يسوي عين على خمس. ممكن تتجرب طريقة تاني. نقول له ان النسبة بين سين وصاد وعين النسبة بينهم تلاتة الى اربعة الى خمس. كمعنان السين لو خادت تلاتة اجزاء ستاخد اربعة العين تاخد خمس. عشان تجيب قيمة السين والصاد والعين هتمسك النسب دي تضربها في اي رمز. هقول له السين هتاخد تلات اجزاء او تلاتة مين. والصاد اربعة مين والعين خمسة مين. كل رمز بتاخد العدد اللي تحتيه. بفي الاول انا هجيب قيمة السين والصاد والعين. السين تحتها تلاتة يبقى قيمتها تلاتة مين. الصاد تحتها اربعة يبقى قيمتها اربعة مين. والعين تحتها خمسة يبقى قيمتها خمسة مين. بعد ما جيبنا السين والصاد والعين الباقي سهل. هنعوض بها في المطلوب. تعا نعوض عن الكلام ده كله هنشوف ويطلع نص ولا ما شهيطلع. اتنين صاد. بعض رب اتنين في قيمة الصاد باربع مين. ناجس. ناجس عين. قيمة العين بخمسة مين. تلاتة سين. يعني تلاتة في قيمة السين بتلاتة مين. مجرد تعود. ناجس. اتنين صاد. باتنين في قيمة الصاد باربع مين. زائد عين. زائد العين قيمتها بخمسة مين. تعال نضرب الاول. اتنين فاربع مين بتمانية مين. ونزل الخمسة مين. تلاتة في تلاتة بتسعة مين. اتنين فاربعة بتمانية مين. ونزل في الاخر الخمسة مين. نجمع ونطرح. تمانية مين ناجس خمسة مين. تمانية ناجس خمسة تلاتة. تسعة ميم نقص تمانية ميم يبقى واحد ميم. واحد زات خمسة يبقى ستة ميم. اخر خطوة نختصر. الميم تروح مع الميم. هتفضلك تلاتة على الست. على التلاتة فعل واحد. ستة على التلاتة فعل الاتنين. يعني هتساوي نص. فعلا ساوت نص. في الاخر خالص نقول له ازا الطرفان متساويان. او ازا الايمن يساوي الايصر. الايمن يساوي الايصر. احنا جبنا قيمة السين والصاد والعين وعوضنا عنهم في المطلوب. المسألة دي نفس الفكرة. من ديك النسبة بين الف الى بي الى جيم. النسبة بينهم خمسة الى سبعة الى تلاتة. انت قبل ما تكمل. ده معناه ان الالف نصيبها خمسة اجزاء. والبي سبعة اجزاء. والجيم تلات اجزاء. لو عايز تجيب قيمتهم الالف هتبقى قيمتها خمسة مين. والبي سبعة مين. والجيم تلاتة مين. تعاني اكتبهم قبل ما نحال. كده اقدر اجيب قيمة الالف. والبي والجيم. النسبة بينهم خمسة الى سبعة الى تلاتة. يبقى الالف خمسة مين. والبي سبعة مين. والجيم تلاتة مين. نحطهم في البنك بتاعنا عشان هنعوض. هنعوض فين? في المعطلة المده لك ده. بيقول لي وكان الف زائد به يسوي سبعة وشرين وستة من عشر. هو عايز قيمة الالف والبي والجيم. همسك المعطة اللي هو منده لنا ده وهنعوض فيه. الف زائد به بسبعة وشرين وستة من عشر. هعوض عن الالف والبه بس. الالف بخمسة مين والبه بسبعة مين. بقول له خمسة مين زائد سبعة مين تسوي سبعة وشرين وستة من عشر. بدأت معادلة نحلها. بتاعنش مع المئمات الاول. خمسة ميم وسبعة ميم يبقى اتنشر ميم. نسويهم بسبعة وعشرين وستة من عشر. هكسم هنا على الاتناشر وهنا على الاتناشر. الاتناشرات هتكسم سبعة وعشرين وستة من عشر على الاتناشر بالقالة هتطلع لك اتنين وتلاتة من عشر. دي اللي هي قيمة الميم. قيمة الميم باتنين وتلاتة من عشر. ومش عايز قيمة الميم. وعايز قيمة الالف والباه والجي. طب سهلين? الف ويدي باه ويدي جين. الالف احنا سمناها خمسة ميم. فهتضرب خمسة في ميم. الميم اللي هي طلعت باتنين وتلاتة من عشر. البي احنا سمناها سبعة ميم. بتضرب سبعة فيه الميم اللي هي اتنين وتلاتة من عشر. الجيم تلاتة ميم. بانضرب تلاتة في الميم هي تنين وتلاتة من عشرة. اعتبر حشنا الميم دي وعوضنا عنها. هنضرب بالآلة. خمسة في اتنين وتلاتة من عشرة تطلع لك حداشر ونص. سبعة في اتنين وتلاتة من عشرة تطلع لك ستاشر واحد من عشرة. تلاتة في اتنين وتلاتة من عشرة تطلع لك ستة وتسعة من عشرة. فدي قيمة الالف وقيمة الباه وقيمة الجين هنختم الحصة بمسألتين جبل ما ناخد المثال الجبل الأخير تعان مهد لي الأول احنا كنا بنقول لو عندنا سين على 3 يسوي صاد على 5 وطلب منك سين على صاد سين على صاد يعني بسط على بسط اي سوى مقام على مقام يعني يتسوي 3 على 5 لو عايز تجيب قيمة السين وقيمة الصاد السين جو صادها 3 يبقى قيمتها 300 الصاد وسادها 5 يبقى قيمتها 500 بالسين بتلات ميم والصاد بخمس ميم وممكن تجيب قيمة السين وصاد من المعتى نفسه السين تحتها 3 يبقى قيمتها 3 ميم على طول الصاد تحتها 5 يبقى قيمتها 500 زي ما قلنا ببداية الحص لو عندك الرقم وساد السين خد الرقم الاقصادة وضربه في ميم لو عندك الرقم تحت السين خد الرقم اللي تحتها وضربه في مين طب افرض المسألة ما كانش فيها رقام كانت كلها رموز زي كده بيقول لي ألف على بيه يسوي جيم على ده وطالب منه قيمة الألف طب عشان يجيب قيمة الألف هاخد اللي اقصادها ولا هاخد اللي تحتها اللي اتنين صح ممكن تقولي الألف بتسوي جيم مين وممكن تقولي الألف بتسوي بيه مين الألف ده عشان تجيب قيمتها ممكن تاخد الرمز اللي اقصادها أو الرمز اللي تحتيها اللي اتنين صح بس الأسهل لنا نحن ناخد الرمز اللي تحتيها بتبقى سهلة شواء في الحال الألف تحتها بيه يبقى قيمتها بيه مين الجيم تحتها دال يبقى قيمتها دال مين يبقى لو مديك ألف على بيه تسوي جيم على دال وعايز قيمة الألف خد الرمز اللي تحتيها بيه واضربه في أي رمز اللي هو مين جيم تحتها دال يبقى بتساوي دال مي يبقى كل رمز باخد اللي تحتيه واضربه في مي هتنفعنا في اخر مسألتين دول والافكار دي من اهم الافكار في الحصة مديك الف و بيه وجيم و دال دول كميات متناسبة عايز يثبت ان الف زايد بيه على بيه تساوي جيم زايد دال على دال عايز يثبت الطرفين دول متساويه طب احنا هنجيب قيمة الالف والبه والجيم ونعوض عنهم هجيبهم منين من هنا يقول لي الف و بيه وجيم و دال كميات متناسبة لو عايزين نكتبع على صورة كسور هكسم الاول على التاني يساوي التالت على الرابع يعني الف على بيه لازم تساوي جيم على دال انا كده عدلت رصص والبس كده نقدر نجيب قيمة الالف وقيمة الجيم الالف تحتها بيه ابقى قيمتها به مي الجيم تحتها دال ابقى قيمتها دال مي كل رمز خد اللي تحتيه وضربه في مي الالف بتساوي به مي وجيم بتساوي دال مي بعد ما جبت دي الباجي سهل بتعوض تعوض عن الالف والجيم هنعوض في المطلوب اللي هو عايزه طالما مسألة إثبات بتمسك كل طرف الوحدي بتمسك الطرف الايمن الوحدي والايصر الوحدي نبدأ نعوض في الطرف الايمن الاول الايمن اسمه الالف زايت بيه على بيه تعا نعوض الالف قيمتها ببيه مي بلحط بيه مي زايت زايت بيه ما فيش هنا بيه عشان عوض عنها انا عندي قيمة الف وجيم بس فبيها تنزل زي مهي على بيه برضو بيها تنزل زي مهي بكل اللي عملناه خشنا الالف وحطينا قيمتها اللي هي بيه ميه هتلاحظ في البسطة عندك عمل مشترك بيه مي زايت بيه هنا في بيه وهنا في بيه يعني ممكن ناخد البيه عمل مشترك ناخد عمل مشترك وبعد العامل بنفتح قوس ونقسم خدنا البيه هتفضلك ميه خدنا البيه هتفضلك مكانها واحد طالما خدناها هتفضلك مكانها واحد وننزل البيه اللي تحت بعد العامل المشترك اخر خطوة بنحزف ممكن تحزف المتشابه البيه هتروح مع البيه هيتفضل لك في المسألة ميم زائد واحد ده الطرف الايمن الايصر هنعمل فيه نفس الكلام همسك الايصر ده ونعوض بنقول له الايصر يساوي جيم زائد دال على دال الجيم عندنا في المسألة بدال مي هو شو نعوض عنها بدال مي زائد دال مفيش هنا دال عشان نعوض عنها يبقى نزيلها زي مهي على دال برضو مفيش دال فهنزيلها زي مهي بعد التعويض بناخد عامل دال ميم ودال فيهم عامل مشترك اللي هو الدال بناخد دال عامل مشترك وبعد العامل بنكسب خدنا الدال هيتفضل لك ميم خدنا الدال هيتفضل لك مكانها واحد والدال اللي تحتها تنزل اخر خطوة نحزف الدال اللي فوجه تروح مع الدال اللي تحت هتفضل لك في المسألة ميم زائد واحد ده الطرف الايصر الايمن طلع ميم زائد واحد والايصر طلع ميم زائد واحد يعني الطرفين متساويين في الاخر خالص نقوله اذا الطرفان متساويين او اذا الايمن يساوي الايصر طبعا المسال ده عشان جديدة عليك هتحس انها صعبة شوية لكن كل حصة هناخدها فهتتعود عليها وتبقى اسهل مسال ناخد مسالتان زيها بالظبط اخر سؤال نفس الفكرة بالظبط بيقولي اذا كان الف وبه وجي مودال دول كميات متنازمة عايز يثبت ان الطرفين دول متساويين طب تعاف الاول نجيب له قيمة الالف والبه وجيم والدال الف وبه وجيم والدال كميات متناسبة نتبههم تحت بعض الاول عالتاني يساوي الثالث عالرابع يعني الالف على به يساوي جيم على دال على طول نجيب قيمة الالف ونجيب قيمة الجيم اللهم البسطين الالف والجيم الالف تحتها به يبها تساوي به مين الجيم تحتها دال يبقى قيمتها بدال ميم طلعا مع ما ان الخطوة دي صح الباجي بيكون سهل الالف ببهميم والجيم بدال ميم هنعوض عنهم مرة في الايمن ومرة في الايصر تعالى نبدأ بالطرف الايمن الف زاد جيم الالف قيمتها ببهميم زاد جيم وجيم قيمتها بدال ميم على به زاد دال مفيش ولا به ولا دال هنا عشان عوض عنهم ينزلوا زيهم هم به زاد دال بعد التعويض بتاخد عامل لو في عامل بتاخده به ميم زاد دال ميم هنا في ميم وهنا في ميم يبقى ممكن هياخد الميم عامل مشترك بعد العامل نفتح قص ونكسب خدنا الميم هيتفضل لبه خدنا الميم هيتفضل لدال تحت به زاد دال دي ما فيهاش عامل مشترك عشان مختلفين ينزل زي ما هي به زاد دال آخر خطوة بتحزف بتحزف اللي شبه ببعض بهزة الدال تروح مع بهزة الدال لما يروحوا مع بعض هتفضل لك مين ايبا الطرف الايمن بعد ما اختصرناه سوى مين تعاني جيب الطرف الايصر الايصر في جزر تكعيبي خمسة الف تكعيب نضي ستلاتة جيم تكعيب تعاني نزل الجزر الاول جزر التكعيبي خمسة الف تكعيب انزل الخمسة الف تكعيب يعني هتكعب الالف يروحها في نفسها تلات مرة هتكعب البيه الوحدية والميم الوحدية يعتبر هتوزع هتبب به تكعيب ميم تكعيب حطنا التكعيب مرة على البيه ومرة على الميم نضي تلاتة جيم تكعيب هنزل التلاتة جيم تكعيب يعني هكعبها هكعب الدال الوحدية والميم الوحدية هتبب دال تكعيب وميم تكعيب ننزل تحر خمسة به تكعيب نقص ثلاثة دال تكعيب مفيش ولا به ولا دال هنا عشان عوض عنه فينزل زي مهم خمسة به تكعيب نقص ثلاثة دال تكعيب تاني خطوة بناخد العامل المشترك لو في عامل مشترك بناخده خمسة به تكعيب ميم تكعيب ثلاثة دال تكعيب ميم تكعيب اتلاحظ ان هنا في ميم تكعيب وهنا في ميم تكعيب فممكن ناخدها عامل مشترك ميم تكعيب عامل مشترك نفتح قص ونقص خدنا الميم تكعيب هتفضل لك خمسة به تكعيب خدنا الميم تكعيب هتفضل لك ثلاثة دال تكعيب المقام في وش عام المشترك فينزل زي ما هو اخر خطوة احزف هتلاقي هنا خمسة بهنا وثلاثة دال وتحت برضو خمسة بهنا وثلاثة دال دي هتروح معدي هتفضل لك من تحت الجزر ميم تكعيب يعني في الاخر خالص هتفضل للجزر التكعيبي لميم تكعيب الجزر التكعيب الميم تكعيب بيساوي ميم الجزر التكعيب بيحزف التكعيب يبقى الطرف الايصر برضو طلع ميم الايمن طلع ميم والايصر طلع ميم يعني الطرفين متساويين اقول له اذا الطرفان متساويين او الايمن يساوي الايصر يبقى الخاصية دي هي نفس الخاصية الرابعة بس كلها رموز اما تلاقيوا كلها رموز الالف تاخد الرمز اللي تحته وتضربه في ميم الجين تاخد الرمز اللي تحته برضو تضربه في ميم بعد ما تجيب قيمتهم تعاوض عنهم في المطلوب. تعاوض مرة في الطرف الايمن ومرة في الطرف الايصر. في الاخر بتشوف الطرفين متساوين ولا غير متساوين. زي ما قلت المسال دي هنتعاود عليها كتير ما تجلقش. الواجبة هنا هتلاقي مسالتين هتلاقيهم شبهة اخر مسلا خدناها. وهتلاقي حل مسالتين دول في بداية الحصة الجاية. الحصة الجاية ناخد اخر خاصية في التناسب اللي هي الخاصية الخامسة. وببداية الحصة الجاية هلخص الاربخ خواص اللي اخدناه من النهاردة. اعمل عليهم تلخص سريع. اشوفكم هناك ان شاء الله.